مهم ولكن ليس كافيا هناك أبعاد أخرى وأعتقد أن الانتخابات هذه لهذه المرة تختلف عن سابقاتها مثلا عدد المترشحين أو الذين أبدوا نيتهم للترشح للانتخابات السابقة لم يكن فولكلوري مثل ما كان في انتخابات 2019 2019 لاحظنا كيف كل من هب ودب أراد أن يترشح لرئاس رئاس الجمهور هذه المرة حتى التلاعبات الخاصة بالتوقيعات وغيرها أيضا العديد من المترشحين الذين أردوا جمع التوقيعات كذلك المنتخبين الذين ربما لم يحترموا القانون هم الآن متابعون قضائيا إذن هناك أعتقد أن هناك جدية يجب أن نبني عليها وهناك وضع جديد في الجزائر يجب على المواطنين أن ينخرط فيه بإيجابيته وبسلبيته يعني لا يمكن أن نتوقف على جلد الذات فقط ولا يمكن أن نستصغر المجهودات التي تبذل من أجل أخلقت العمل السياسي في الجزائر يجب أن نساهم جميعا كمنتخبين أو كشعب يعني إنسان شعبي بسيط يجب عليه أن يبدي موقف موقفه من التغيير السياسي في الجزائر والتغيير الاجتماعي والتغيير الاقتصادي إذا أردنا أن ننهض باقتصاد بلادنا علينا بالمشاركة المشاركة ضرورية جدا لأن المشاركة لها رسالة لها رسالة قوية للرئيس الرئيس المنتخب عندما يكون منتخبا بشبه إجماع بنسبة كبيرة تكون له أيضا دفع قوي لتنفيذ برنامجه كما أيضا مسؤولية كما أيضا تكون مسؤولية كبيرة لأن المواطنين حملوه كل الشعب الجزائري حمله مسؤولية معينة وبذلك أيضا الشعب سوف ينخارطه في هذه العملية لماذا؟ لأنه يجد نفسه مساهم في هذا البرنامج يجد نفسه معني بتطبيق هذا البرنامج إذن يصبح الكل معني بعملية الإصلاح وبعملية بناء الاقتصاد الوطني الحقيقي الإشكال يا أستاذ الموجود عندنا هي الممارسات السابقة لا يجب أن نتوقف عند الممارسات السابقة الممارسات السابقة وقعت ولا يمكن أن نغيرها أصبحت جزءا من تاريخ أصبحت جزءا من تاريخنا الذي يهمنا هو مستقبل الجزائر نتيجة التحديات التي كنا نتكلم عنها التحديات محيطة بأمننا القومي فإذا لم يكن لدينا اقتصاد قوي فسوف نساوم في سيادتنا اليوم الدول التي ليست لها مقدرات مالية فهي تساوم في سيادتها يبيعون ويشترون معهم في مواقفهم اليوم الحمد لله المواقف الجزائري أثبتت للعالم بأن الجزائر تملك قرارها السياسي فيجب أن نحافظ على هذا القرار السياسي من خلال الانخراط في العملية الانتخابية والعملية السياسية برمتها وأن نتوقف عن المشاركة السلبية وعن جلد الذات ترجمة نانسي قنقر